لم تلقى مبادرة حكومة اقليم كردستان العراق تجميد نتائج الاستفتاء على الاستقلال صدا لدى بغداد وعواصم اقليمية اخرى تقف على خط الازمة فقد رفض رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي من طهران مبادرة الاقليم مجددا تمسكه بالغاء نتائج الاستفتاء والالتزام بالدستور واحترام سلطة الحكومة الاتحادية على البلاد ورغم محاولات حكومة الاقليم وضع مسار جديد للازمة من خلال مبادرتها تلك لكن زيارة العبادي لتركيا وايران كشفت عن التقاء في وجهات النظر لدى جميع الاطراف بشأن عدم كفاية ما ذهبت اليه حكومة الاقليم بتجميد نتائج الاستفتاء ويأتي اعلان تركيا عن فتح معبر حدودي جديد مع العراق يمكن الطرفين من تجاوز المنفذ الوحيد بينهما والذي يمر عبر اراضي الاقليم ليسلط الضوء على مرحلة اكثر صعوبة يمكن ان تواجهها مستقبلا حكومة كردستان الى جانب التوتر الذي يرتسم على المشهد السياسي ثم تتصعيد على الارض يحمل نظر مواجهات قد تتطور بين قوات الحجد الشعبي والبشمرقة التي وجهت اتهامات لقوات الجيش والحجد بمهاجمة وقصف قواتها بالمدفعية في منطقتين زمار وربيع شمال غربي الموصل في وقت قال فيه المتحدث باسم قوات الحجد ان البيشمرقة فتح النار على القوات المتجهة الى معبر فيشخابر الحدودي مع تركيا قرب محافظة تهوك ما دعا الجيش الى الرد عليها وتقول بغداد انها تريد تأمين خط انابيب نقل النفط الذي يمر في تلك المنطقة باتجاه ميناء جهان التركي فضلا عن تأمين المنطقة المحيطة بالمعابر الحدودية الجديدة وهو يستدعي بحسب قادة في الجيش بسط الامن في تلك المناطق وصولا الى الصحراء الغربية والحدود العراقية السورية وجاءت العملية العسكرية التي اعلن عنها رئيس الوزراء العراقي ضد مواقع تنظيم داعش في مدينتين راوى والقائم غربي العراق ضمن السياق ذاته وتشير مصادر الجيش الى وجود مئات من مسلح التنظيم في المنطقة الحدودية ما يشكل تهديدا للشريط الحدودي الطويل بين العراقي وسوريا اشتركوا في القناة